أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني ارتفاع عدد الشكات المرتجعة خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 25% مع ارتفاع قيمتها بنسبة 18% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي في التفاصيل فإن عدد الشكات المرتجعة في أول شهرين من العام الحالي كانت تتجاوز 20 ألف شك إلا أن هذا الرقم بدأ بالارتفاع مع بداية أزمة كورونا ليسجل في شهري آبار ونسان معا أكثر من 170 ألف شك ونتحدث وصولا إلى تموز وصل إلى 22 ألف شك الإجمالي كان 325 ألف شك تقريبا بارتفاع 25% عن 2019 أرقام البنك المركزي أظهرت أن 81.4% من إجمال أشيكات المرتجعة في أول سبعة أشهر من العام الحالي والبالغة 325 ألف شك سببه عدم كفاية الرصيد حيث سجل شهر آبار ونيسان أعلى نسبة في عدم كفاية الرصيد بـ 153 ألف شك وأيضا أسباب فنية أخرى بنسبة 18.5% تتعلق بالشكات باختلاف التوقيع أو تلف الشك نفسه وبالنظر إلى نسبة الشكات المرتجعة لأسباب مالية إلى عدد الشكات المتداولة خلال سبعة أشهر الأولى من العام الحالي نجد أن هذه النسبة كانت مرتفعة في شهري آذار ونيسان وبلغت 14.9% من إجمال أشيكات المتداولة في تلك الفترة كما نلاحظ بـ 153 ألف في آذار ونيسان بنسبة 14.9% وفي تموز 14 والنسبة كانت 2.5% حسب ما شاهدنا فإن نسبة الشكات المرتجعة لأسباب مالية إلى المتداولة بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد إعادة فتح القطاعات نتيجة قرار البنك المركزي بشأن تسوية الشكات المعادة لأسباب كما نلاحظ هناك منح مهلة 30 يوم للقطاعات الغذائية والدوائية من تاريخ الإعادة وأيضا منح مهلة 45 يوم لباقي القطاعات من تاريخ الإعادة وتخفيض قيمة عمولة الشك المعادة والتسوية إلى 5 دنانير بدل من 40 دينار ومدة القرار من 26.5 لنهاية هذا العام أما قيمة الشكات المتداولة في أول 7 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 19 مليار دينار فيما بلغت الشكات المرتجعة لأسباب مالية 870 مليون دينار كما نلاحظ أبار ونسان أكثر الأشهر في عدد الشكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بـ 425 مليون دينار تقريبا تشكل 9.4% من المتداولة